والله احنا مبادرتنا اسمها كومتو ايجيبت او تعالوا لمصر هي مبادرة سياحية شبابية هي كانت تقريبا احنا دشناها وعملناها من سنة ونص قبل الكورونا تقريبا بشهرين وهي كانت فكرتها او اللي خلان نعملها ان احنا بدأنا نستهدف الاماكن اللي مش معروفة في مصر واحنا بنلف وبنتفسح كده لقينا ان في اماكن كتير محدش عارف عنها حاجة ومش مسلط عليها الضوء بالشكل الكافي فبدأنا ان احنا نروح الاماكن دي ونبدأ نعمل فيديوهات وصور منها ونبدأ ننرواج لها عن طريق المواقع التواصل الاجتماعي بدأنا صفحة على الفيسبوك باسم كومتو ايجيبت الصفحة بتاعتنا فيها اجانب كتير من خارج مصر وكل الجنسيات تقريبا احنا المبادرة بتاعتنا مميزة وعشان تبقى مميزة عن اي مبادرة تانية حبينا ان احنا تكون باكتر باللغة وطالما بنقول لنا الناس تعالوا لمصر او كنتو ايجيبت بقى لازم اتواصل معهم باللغة بتاعتهم فالصفحة عندنا حاليا باللغة الانجليزية بنحاول قريب ان ان شاء الله ان احنا نشتغل عليها باللغة الالمانية او باللغة الروسية ده حلو جدا انت كده هتعملها اكتر من لغة بالزبط احنا نشتغل عليها طبعا بس ده بياخد وقت عشان فيه تكنيكا لحاجات فنية فهي حاليا باللغة الانجليزية طبعا احنا كنا في البداية بنستهدف الاماكن اللي مش معروفة نبدأ احنا وزي ماينا موجودين في اكتر من المحافظة الصحية يلفوا يصوروا الصور يبعتوا هالي انا بدأ ابدأ نزلها على الموقع بتاعنا بشكل جميل مترجم باللغة عشان يوصل لكل العالم برا بعد كده بدأت الافكار تتوالى وبدأنا ان احنا يبقى فيه لينك بنا وبين ارض الواقع فبدأت المبادرة تتحول ان هي كمان تكون بتغطي الفعاليات وكل الاحداث السياحية اللي بتحصل على ارض مصر وطبعا زي ما احنا عارفين بقى فيه احداث كتير احنا في خلال السنتين اللي فاتوا شفنا احداث ومهرجانات كتير بتحصل فبدأنا ان احنا ننزل نغطيها ونبدأ برضو نحطها على الصفحة التعامل